السلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين اي رب تكونوا بخير وحشوني كتير النهاردة هنعمل الاكلة من اكلات الزمن الجميل فعلا اكلة صعادية حلوة قوي ومن الاكلات اللي بعزها وغلي على قلبي قوي جبت كده تاسع للمر وحطت فيها معلقتين 13 زبدة بلدي وحطت فيهم بيت كده شوحت البيت لحد ما استوبع كده جبت البسيس البسيس ده المرحلة الاولى من المراحل عمل الكشك الصعيدي بيبقى طعم جميل اهم حاجة تجبيه من حد يكون موسوك منه ونضيف اا اا او انت تعمليه في البيت هبقى اقول لكم بقى ان اعمل ازاي بس شوحته كده بقى مع البيض عايز اقول لكم بيشرب السمنة البلدي هو حلوة اصل لما يتعمل بسمنة بلدي بيبقى جميل جدا وطعمه حلو بس انا فضلت اشوحه كده لحد ما ايه اا لحد ما اتحمر وانا بضيف تاني دلوقتي سمنة لان انا بحب السمنة فيتكن زيادة بس هو ايه يعني السمنة مش بتبقى زهرة في الطبق اا لانه بيشربها بصوا بقى اضفت كده توابل شرق اكثر بتدير طعم حلو اا بس وشوحته بقى كده شوية ممكن بصوا هو ممكن يتاكل كده بس بيده وبسيس بعد ما يتشوح وتحمر بالشكل ده في السمنة البلدي تمام وممكن انا بضيف له ساعات تماطم يعني ساعات بعمله كده جنب مسلا في الفطار جنب بطاطس جنب اي حاجة في الفطار وساعات لو عايزاي بس ان اغير طعم وكده بروح ايه حط عليه طماطم تمام فانا قشرت طماطم وقطعتها مكعبات وهضيفها او بالشكل ده وهشوح بقى كويس اوي لحد ما الطماطم ايه تتسبب كده معي بصوا بقى الشكل عايز اقول لكم طعم حلوة اوي ورحة جميلة 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 بجد لازم تجربوا لازم تجربوا من غير طماطم وبطماطم جربوه اقولوا رأيكم ايه في التعليقات وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وعملت بطاطس جنبه ومبطاطس محمرة وجنبها جرجير وطبعا حطيت على البطاطس شتابر شرق اكثر بتبقى طعمها حلو قوي وبالف الاف هانا وشفها